بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم مرة تانية. انا طبعا خلاص زي ما قلت لكم قبل كده. انا بس يعني السؤال اللي انا قلته في الفيديو اللي فات فيه ناس جاوبته بطريقة رائعة الحقيقة. فانا عايز اه اه انبه على حاجة طبعا انا ما قلتهاش. هم افكروا بزكاء. ليه? لان انا كنت بقول لهم اه انا طبعا عندي البرنامج كان ماشي وبعد كده بقى عندي اكتر من طريق. اوكي? وكنت مخلصهم كده. وبعد كده رحنا كملنا حاجة. فقلت لهم كان هنا كنت بنعمل لو تفتكروا. فسألت سؤال انا دلوقتي مش عايز الاكشن اللي هنا ده. يحصل بعده برينت. يعني. ولو النابلون تاني. الاكشن ده. اللي هو كان بيبرينت ارور هنا. مش عايزوا يبرينت بعده بيبرينت بعده الجريد. هنا كنا بنطبع الجريد. للكل. فانا مش عايزوا يطبعها مع الخضرة دي. اعمل ايه? فهم قالوا ان احنا نجيب السهم ده بتاع الخضرة بس لوحدها ويعدي بعد الجريد. ده ما ينفعش. ليه ما ينفعش? طبع هم فكروا كويس لكن هم مش عارفين ان ده ما ينفعش. ما ينفعش لان الاف ستيتمنت لازم كل الفروع تتقابل مع بعضهم. ما ينفعش فرع منهم كده يلف كده ويروف حتة تانية ما ينفعش. فكل الفروع ده فرع. هيجي هنا يستنى يتقابل مع الفرع التاني يتستنى يتقابل مع الفرع التالت. طب حلها ايه دي بقى? حلها ان انا ممكن هقول حل وانتو مفكروا بقى لو في حلول تانية قدامكم. ممكن تاخد دي بدلا ما هتتحط هنا هتشيلها. وتحط منها نسخة هنا. يعني هنا في الفرع ده هتقول هنبرينت الجريد. وهنا هتحط نسخة منها هتبرينت تلقيت وحكاس